تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبري رفح الحدودي وكرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة لليوم الرابع عشر على التوالي ما فاقم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها القطاع المحاصل وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال منعت خلال فترة إغلاق المعبرين إدخال أكثر من ثلاثة ألاف شاحنة مساعدات للقطاع وصفر نحو سبعمائة مريض وجريح للعلاج خارج القطاع كان برنامج الأغذية العالمي قد أكد الحاجة لوصول آمن ومستدام للمساعدات من أجل منع المجاعة في شمال قطاع غزة ولكن أوامر الإخلاء الإسرائيلية حالت دون ذلك